فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية قال رحمه الله فهذا عن الخلفاء الراشدين وأما سائر الصحابة رضي الله عنهم فكثير مثل ما قدمنا عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما أنه لما دعي إلى وليمة فرأى شيئا من زي العجم خرج وقال من تشبه بقوم فهو منهم نعم هذا عن الخلفاء الراشدين ما ذكره عن واحد منهم وهو أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وأما ما ورد عن غيرهم من الصحابة كما سبق أن حذيفة رضي الله عنه لما رأى شيئا استنكره في بعض الدعوات انصرف وروا أبو محمد رأى شيئا من زي العجم وقال من تشبه بقوم فهو منهم رأى شيئا من زي العجم في هذا الاجتماع فخرج من المكان وقال ما ذكر حديث الرسول صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم دل على تحريم التشبه بالكفار في الحفلات وفي غيرها والله المستعان الآن الحادق والفاهم هو الذي يحسن التشبه والله المستعان وأما الذي لا يتشبه بالكفار فهو مغفل ومتأخر